بعد سنة ونصف من جفراء للخليج والمنطقة العربية يتوقع الأمريكيين أو الرئيس الأمريكي والديمقراطي يتوقعون أنهم يعودون بعد سنة ونصف ليجدوا نفس الأحضان الدافئة هذا خطأ سنة ونصف كانت كافية لمزيد من التنمر الإيراني من التوغل الصيني من إعادة حسابات لدى المنطقة العربية أن الولايات المتحدة لم تعد الحريف الاستراتيجي الذي يمكن أن يعول عليه بسبب تغير السياسات وبسبب الإطعافات الكبيرة في رؤية السياسات لهذه المنطقة إذن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة تفاجأت أن الخليج أو المنطقة لم تعد هي ذاتها التي تعول كثيرا على الرغم من الناحية الواقعية أن الخليج ومنجزاته ومن الشرق الأوسط هو في أمان أكثر تحت المظلة الغربية من أن يكون تحت النفوذ الشرقي أو الصين أو إيران أو روسيا ولكن في نهاية المطقة الأمر الواقع يقول أن النفوذ الشرقي يتوغل ويوثل قلق وهواجز كبيرة لدى الغرب لدى الخليج ولدى الشرق الأوسط ولكن لا مناص من التعايش معه لأن المظلة الغربية لم تعد مظلة ثابتة متماسكة يعني يعول عليها كثيرا فالشرق الأوسط في حيرة من أمره ولذلك تجد أن هذه الوعود التي قدمت وعود ضعيفة بمقابل ما هي الحلول الغربية سوى الاصطدام كما تفضلت لأنك عندما تركت هذا الموضوع إيران عندما تركته سائب وعولت على الحوار وعلى نرجسية العلاقة مع إيران وهذا كله كان متوقع أن يخفق الخليج وإسرائيل كانوا في مرحلة من القلق والهواجز الكثيرة لديهم إذن إخفاق المحادثات النووية وثم لحقها تنازلات مثل ما تفضلتم في البرنامج عن السماح لتوغل الميليشيات في هذه المنطقة تطوير الصواريخ الباليستية كل هذه الملفات تجيد إيران وروسيا والصين عزيمة على الاستمرار وتزيد من قلق الشرق الأوسط بأن المنجز الذي يتحقق في دول خليجة ولدى إسرائيل هو في خطر حقيقي إذا ما استمرت هذه العملية بمقابل هذا التذبذب وعدم الثبات في الموقف الغربي والأمريكي إذن لا بد من حل والحل على ما يبدو أن التلوح بالحرب هي أيضا مغامرة أخرى كبيرة لا يمكن الشروع بها نحن أمام واقع أما القبول بإيران النووية مع كل هذا النفوذ المتعجرف الذي يغزو المنطقة أو الحرب وربما الاثنين يجب أن يقف كل منهم الوقوف أماهم طويلا بأن التغلغل لا يعني توقف عند حدود الشرق الأوسط بل أن روسيا تريد أن تدفع بإيران بالخطوة الأولى إلى الشرق الأوسط تستحوذ على بعض الدول تركيا تريد هذا التغلغل الصين تريد أن تعبر عبر الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وأفريقيا إذن هذه الاستراتيجية الكبيرة لا يجب أن ننظر إلىها بواقعية أما الحرب فستكون حرب عالمية وأشك أن الغرب مستعد للدخول في هذه الحرب إيران يعتبر رئيس حرب للصين وروسيا ولون تستغني عنها وإيران نفذت مخالبها وانيابها في داخل الشرق الأوسط بتمكن واقتدار وبالتالي منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة أسيرة بين هذه المخالب هذه هي الحقيقة المريرة التي يجب أن نقف عليها وأعتقد أن الرئيس بايدن هذه السنة ونصف التي أضاعها كاثي أثمن ونصف كان ممكن أن توقف من هذا الكم من التردي والتراجع